السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نواصل حديثنا عن سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ومع درس جديد يتعلق بالزهد في الدنيا ففي الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه عن ابي العباس سهل بن سعدي الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد في ما عند الناس يحبك الناس ارواه ابن ماجه ايها الاحباب الكرام الانسان اجتماعي بطبعه يحب ان يأنس بالناس وان يأنس الناس به كما يعجبه ان يكون محبوبا في مجتمعه محترما في بيته وفي بيئته لذا فهو يسعى دائما لكسب ود الناس وحبهم والعاقل من البشر من يسعى لرضى رب الناس قبل سعيه في كسب رضى الناس هذا الحديث النبي المذكور اشتمل على وصيتين عظيمتين احدهما الزهد في الدنيا وانه مقتضن لمحبة الله عز وجل لعبده والتانية الزهد فيما اي للناس فانه مقتضن لمحبة الناس اما الزهد في الدنيا فقد كتر في القرآن الكريم الاشار الى مدحه والى دم الرغبة في الدنيا كما قال الله تعالى في ايات كثيرة منها بل توترون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى وقال عز وجل تريدون عارض الدنيا والله يريد الاخرة وقال سبحانه في قصة قارون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اتي قارون انه لدو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم وي لكم تواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون الى قوله تعالى تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فساد والعاقبة للمتقين وقال ربنا عز وجل ايضا وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الاخرة الا متاع وايضا قوله قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقال القرآن الكريم ايضا حاكيا عن مؤمن الى فرعون انه قال لقومه يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد يا قوم انما هي الحياة الدنيا متاع وان الاخرة هي دار القرار ومعنى الزهد في الشيء هو الاعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه يقال هذا شيء زهيد اي قليل حقير وقال الامام احمد بن حنبل رحمه الله الزهد على ثلاث اوجه اولا ترك الحرام وهو زهد العوام التاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص التالت ترك ما يشعل عن الله وهو زهد العارفين وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الزهد هو ترك ما لا ينفع في الاخرة فما هي حقيقة الزهد في الدنيا الزهد في الدنيا هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فهو ليس بالتحريم الطيبات وتضيع الاموال ولا بنفس المرقع من التياب ولا بالجلوس في البيوت وانتظار الصدقات فان العمل الحلال والكسب الحلال والنفقة الحلال عبادة يتقرب بها الى الله عز وجل بشرط ان تكون الدنيا في الايدي لا تكون في القلوب واذا كانت الدنيا في يد العبد لا في قلبه استوى في عينه اقبالها واذبارها فلم يفرح باقبالها ولم يحزن على ادبارها فحقيقة الزهد ان تجعل الدنيا في يدك لا في قلبك فاذا كان العبد مقبلا على ربه مبتعدا عن الحرام مستعينا بشيء من المباحات فذلك هو الزهد الذي يدعو اليه الحديث وصدق بشر رحمه الله تعالى اذ يقول ليس الزهد في الدنيا تركها وانما الزهد ان يزهد في كل ما سوى الله تعالى هذا داود وسليمان عليه السلام قد ملك الدنيا وكان عند الله من الزاهدين والاحديث في دم الدنيا وحقارتها عند الله كثيرة منها ما اخرجه الامام الترمدي من حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة مسق كافرا منها شربة ماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل وفي رواية وعد نفسك من اصحاب القبور وعد نفسك من اصحاب القبور لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاما الدنيا قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال مبينا حقارة هذه الدنيا ما الدنيا في الاخرة الا مثل ما يجعل احدكم اسوعه في اليمن فلينظر بما يرجع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا انما متلي ومثل الدنيا كمثل راكب نام في ظل شجرة ثم في يوم صائف ثم رح وتركها ويروى عن سهر نسعر مرفوعا شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس طبعا لا يفهم مما سبق ان الاخذة من الطيبات الحياة الدنيا على قدر الحاجة ينافي معنى الزهد فقد كان من الصحابة من كانت له الاموال الكثيرة والتجارات العديدة كامتلي ابي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم اجمعين لكن هذه التجارات وتلك الاموال كانت في ايديهم ولم تكن في قلوبهم لذا ترى الصحابة رضي الله عنهم في باب الصدقة ومساعدة المحتاج والانفاق في سبيل الله تراهم كالمطر مطر الخير الذي يعطي ولا يمنع يسقي حتى يشبع جاء رجل الى الامام الحسين فقال ان لي جارا لا يأكل الموز فقال الحسين ولمه قال لا يودي شكره فقال الحسين ان جارك جاهل وهل يؤدى شكر الماء البارد فهذا النبي صلى الله عليه وسلم في المطعم انه لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا ويلبس من اللباس ما تيسر من قطن او صوف او غير ذلك وكان القطن احب اليه وكان اذا بلغه ان بعض اصحابه يريدون ان يتعدى فيزيد في الزهد او العباد على المشروع ويقول اينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان النبي يغضب لذلك ويقول والله اني لاخشاكم لله واعلمكم بحدود الله تعالى بلغه ان بعض اصحابه قال اما انا فاصوم فلا افتر وقال الاخر اما انا فاقوم فلا انام وقال الاخر اما انا فلا اتزوج النساء وقال الاخر كل قال كلام فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اما انا فاصوم وافتر واقوم وانام واتزوج النساء واكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني فالاعراض عن الاهل والاولاد ليس مما يحبه الله رسوله ولا هو من دين الانبياء بل قال الله تعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية ايها الاحباب الكرام لقد وعى سلفنا الصالح تلك المعاني وقدروها حق قدرها فترجموها الى مواقف مشرفة نقل التاريخ لنا كثيرا منها وكان حالهم ما قاله الامام الحسن البصري رحمه الله قال ادركت اقواما وصحبت طوائفا من كانوا يفرحون بشيء من الدنيا اذا اقبل ولا يأسفون على شيء منها اذا ادبر وكانت في اعينهم اهوا من التراب لقد نظروا الى الدنيا بعين البصيرة ووضعوا نصف اعينهم قول الله تعالى يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل وربنا يتحدث عن الدنيا فيقول واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هاشيما تدروه الرياح هنت عليهم الدنيا بكل ما فيها واتخذوها مطية للاخرة وسبيلا للجنة فهنئا لهم ثم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم السبيل الى محبة الناس فيقول وازهد في ما عند الناس يحبك الناس والمعنى ان لا يكون قلبك متعلقا بما في ايدي الناس من نعيم الدنيا فانف على العبد ذلك مالت اليه قلوب الناس واحبت نفوسهم وسر في ذلك ان القلوب مجبول على حب الدنيا وهذا الحب يبعث على بغض من نازعها من امرها فاذا تعثث العبد عما في ايدي الناس عظم في اعينهم لركونهم الى جانبه وامنهم من حقده وحسده ايها الاحباب ان الدنيا دار صفر لا دار اقامة ومنزل عبور لا موطن حبور فينبغي للمؤمن ان يكون فيها على جناح السفر يغيئ زاده ومتاعه للرحيل المحتوم فالسعيد من اتخذ لهذا السفر زادا يبلغه الى ردوان الله تعالى والفوز بالجنة والنجاة من النار انما الدنيا الى الجنة او الى النار طريق والليالي متجر الانسان والايام سوق فاين المسافرون بقلوبهم الى الله اين المشمرون الى المنازل الرفيعة والدرجة العالية اين عشاق الجنان وطلاب الاخرة اللهم يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا في من توليت اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم واستح شباب المسلمين وحبب اليهم الايمان واجعلهم من عبادك الراشدين يا مقلب القلوب تبث قلوبنا على دينك يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد نسألك اللهم ان ترحمنا برحمتك الواسعة نسألك اللهم يا رب العالمين ان تفتح لادعيتنا باب الاجابة اللهم وصل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين نواصل احبابنا الكرام من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ونتحدث عن الامور من الفرائد التي تدخل الجنة ففي صحيح البخاري ومسلم عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ارأيت ان صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا اادخل الجنة قال نعم ومعنى حرمت الحرام اي اجتنبته ومعنى احللت الحلال اي فعلته معتقدا حله وشرح هذا الحديث ان الله عز وجل لما ارسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم جعل الغاية من ابتعاته الرحمة بالخلق والارشاد الى اقصر الطرق الموصل الى رضا الرب فاذا رأينا قوله تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين تدعى الى اذهاننا الكثير من الصور التي تؤكد هذا المعنى فانه صلى الله عليه وسلم لم يدخر جهدا في انقاذ البشرية من الضلال وتبصيرهم بالهدى والحق وتحقيق هذا الهدف يتطلب الادراك التام لما عليه البشر من تنوع في القدرات والطاقات اذ من المعلوم ان الناس ليسوا على شكيلة واحدة فهم يتفوتون تفوتا كبيرا فلا ان كان في الصحابة من امتال الصديق والفاروق وغيرهم من قادات الامة الذين جاوزت همتهم قمم الجبال واعالي الصحاب فان منهم في المقابل الاعربي في البادية والمرأة الضعيفة وكبير السن وغيرهم ممنهم ادنى همة واقل طموحا من اولئك الصفوة لذا نرى في الحديث الذي تقدم ذكره ان هذا الصحابي اتى ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال المشتاق الى ما اعده الله تعالى لعباده المتقين في الجنة مسترشدا عن اقصر الطلق التي تبلغه منازلها فقال ارأيت ان صليت الصلاوات المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا لم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنة هذا السؤال ورد على السنة عدد من الصحابة رضي الله عنهم باشكال متعددة وعبارات متنوعة وقد ورد في صحيح البخاري مسلم ان اعربيا جائل النبي صلى الله عليه وسلم فقال خمس صلاوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع ثم قال وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا الا ان تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل هي علي غيرها قال لا الا ان تطوع قال فادمى الرجل وهو يقول والله لا ازد على هذا ولا انقص فقال صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصل الرحم رواه البخاري ومما لا رب فيه ان السائل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نحض بصدده كان دقيقا في اختياره للمنهج الذي رسمه لنفسه فانه قد ذكر الصلاوات المكتوبات وهي اعظم امور الدين بعد الشهادتين بل ان تاركها بالكلية خارج عن ملة الاسلام كما جاء في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وبعد الصلاة ذكر صوم رمضان وهو احد اركان الاسلام العظام ومما اجمع عليه المسلمون وقد رتب الله عليه اجرا كبيرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه ثم اكد التزامه التام بالوقوف عند حدود الله وشرائعه متمثلا بتحليل ما احله الله في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته واجتناب ما ورد في هذين المصدرين من المحرمات مكتفيا بما سبق غير مستزيد من الفضائل والمستحبات الواردة ولسائل ان يسأل لماذا لم يرد ذكر للحج والزكاة في الحديث على الرغم من كونهما من اركان الاسلام ولا يقلان اهمية عن غيرهما الحقيقة ان الجواب على ذلك يحتاج منا الى ان نعرف الفرق بين الحج والزكاة وبين غيرهما من العبادات فان فرضيتهما لا تتناول جميع المكلفين فالحج لا يجب على كل مستطيع كما قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اله سبيلا كذلك الزكاة لا تجب الا على من ملك النصاب وعنده المال ونستطيع ان نقول ايضا ان هذا الحديث ربما ورد قبل ان تفرض الزكاة او الحج فان الحج قد فرض في السنة الثامنة والزكاة وان كانت فرض في مكة فان كانت عامة من غير تحديد النصاب ولم يأتي بيان النصاب الا في المدينة ولعل هذا هو السر في عدم ذكرهما في الحديث وهنا تاتي البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم ليبين ان الالتزام بهذا المنهج الواضح كاف لدخول الجنة وهذا يعكس ما عليه الاسلام من يسر وسمحة وبعد عن المشقة والعنت فهو يسر في عقيدته يسر في عباداته وتكاليفه كل شيء من امور الدين واقع ضمن حدود وطاقات البشر وهذا مما اختص الله بتعالى الامة دون سائر الامم لكن تمث امر ينبغي ان لا نغفل ذكره وهو ان التزام العبد بالطاعات وفق ما امر الله به واجتناب المحرمات وتركيها يحتاج الى عزيمة صادقة ومجاهدة حقيقية للنفس وليس اتكالا على سلامة القلب وصفاء النية وليس اعتمادا على سعة رحمة الله فحسب لان للجنة تمنا وتمنها هو العمل الصالح كما قال الله تعالى وتلك الجنة اولدتموها بما كنتم تعملون فاذا صدقت النية العبد اورتثوا العمل ولابد وعلى اي حال فانه يجب على الدعاة الى الله ان يفهموا طبيعة هذا الدين حتى يتمكنوا من تربية الناس على مبادئه نسأل الله تعالى ان يلهمنا الخير والصواب ويبلغنا الجنة بغير حساب اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قاعدين واحفظنا بالاسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم ااتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ان نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس يا رب العالمين اصلح لنا ديننا الذي هو عسمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخيرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين يا ارحم الراحمين نسألك اللهم الجنة وما قرب اليها من قول وعمل ونعود بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ونسألك اللهم ان تجل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رحمن يا رحيم نسألك الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعود بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم لك اسلمنا يا ربنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا لا إله إلا أنت اللهم إن نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيد بك من شر ما استعاد بك منه نبيك وعبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تشجيعا لنا تشجيعا لنا تشجيعا لنا تشجيعا لنا تشجيعا لنا تشجيعا لنا تشجيعا لنا